بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة والطيب وهذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون مقسوما على جزئين سنأخذ الجزئية الأولى في هذا الدرس والجزئية الثانية ستأتي بإذن الله تعالى في دروس قادمة والآن إخواني وأخواتي دعونا نبدأ في درسنا الجديد لا شك إخواني وأخواتي أن الإسلام قد اهتم بالنظافة وحرص على النظافة وعلى الطيب ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المتطهرين حيث قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكما أيضا في الحديث إن الله جميل يحب الجمال إذن النظافة والتطيب والخروج برائحة طيبة وبمظهر طيب وبمظهر نظيف هو من الدين ومن الإسلام بل ويؤجر عليه الإنسان إن فعل ذلك ولذلك إذا نظرنا في الشريعة الإسلامية وجدنا أنها قد حثت على النظافة في أكثر من موضع وفي أكثر من فعل ومن هذه الأمور التي تدل على أن الإسلام قد اهتم بالنظافة هو أن شرع لنا فريضة أو عبادة الوضوء فالوضوء دليل على نظافة الإنسان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما شبه الإنسان الذي يتوضى ويصلي الصلوات الخمس كالذي أمامه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل يبقى من درنه شيء أي من وسخه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء فهذا دليل على أن الوضوء هو في الأصل يكون لنظافة الإنسان وهو في ذات الوقت عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من العبادات التي تدل على النظافة وأيضا هي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هي عبادة الأحسنتم الغسل فكذلك الغسل قد شرع لنا في الأغسال الواجبة وفي الأغسال المستحبة وسوف تأتي دروس مستقلة في هذا بإذن الله تعالى أيضا مما يدل على أن الإسلام قد اهتم بالنظافة أن شرع لنا البديل عن الوضوء وعن الغسل في حال لم يتوفر أو في حال أن الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء فقد شرع لنا البديل وهو أحسنتم التيمم فكل هذا يدل على اهتمام الإسلام بالنظافة يدل على اهتمام الإسلام بالنظافة واليوم بإذن الله تعالى سنتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة وكيف أنه كان يحرص على ذلك أشد الحرص إذن عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عنايته واهتمامه بالنظافة ومن ذلك نظافة جسده وكيف يصل الإنسان إلى نظافة جسده إلا أحسنتم بالغسل والاغتسال ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأكد على ذلك أن يغتسل الإنسان أحسنتم في يوم الجمعة لماذا؟ لأنه عيد الأسبوع لأنه عيد الأسبوع والناس يجتمعون فيه فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيه لكي يخرج الإنسان من منزله نظيفا ذو رائحة طيبة ويختلط بالناس ويصلي معهم الجمعة أيضا مما يدل على أن النبي كان يهتم بنظافة جسده لم يكن يقتصر على الاغتسال بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر بتقليم الأظافر لأن تقليم الأظافر هي من سنن الفطرة لماذا كان النبي يأمر بتقليم الأظافر لأن الأظافر إذا طالت اجتمع فيها الأوساخ والإنسان يأكل بيده فربما ينتقل من الأوساخ الموجودة في هذه الأظافر في الأكل ثم يتضرر جسم الإنسان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقليم الأظافر وجعلها من سنن الفطرة إذن هذا دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة أنه كان يغتسل ويحرص على الاغتسال وكان يأمر بتقليم الأظافر أيضا مما يدل على اهتمامه بالنظافة أنه عليه الصلاة والسلام كان يهتم بنظافة ثوبه كان يهتم بنظافة ثوبه وليس فقط ثوبه بل أيضا ونعله فقد كان عليه الصلاة والسلام ثوبه ونعله نظيفا وحسنا بل لم يكتفي بذلك كان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بنظافة ثيابهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك أشد الحرص بل إنه عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا ثيابه متسخة قال أما لم يجد هذا ما يغسل به ثوبه فالنبي أنكر عليه فعله وتصرفه لماذا؟ لأنه لم يقم ويغسل ثوبه وينظف نفسه فالنبي أنكر عليه هذا وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في نظافة ثوبه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بنظافة فمه ويديه بعد الأكل فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يغسل فمه بعد الأكل وبعد شرب ما له أثر على الأسنان ورائحة للفم وهذا مثل اللبن والحليب فنبينا عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبنا غسل فمه بعد ذلك لماذا؟ لأن الحليب أو اللبن يبقى له رائحة ودسومة في الفم فإذا بقيت مدة طويلة تغير رائحة الفم إلى الأسوأ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يغسل فمه بعد أن يشرب لبنا وهذا قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما ومعلوم أن الدسوم حينما تبقى في الفم تتغير رائحتها وتكون رائحتها كريهة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يتمضمض بعد أن يشرب اللبن أو الحليب أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة أنه كان ينظف أسنانه كان ينظف أسنانه ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك بل وحرص على السواك وأكثر من استعمال السواك والسواك هو سنة نبوية حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها دائما وكان النبي يحرص على استعمال السواك في مواضع معينة ومن هذه المواضع عند الوضوء فإذا أراد أن يتوضع استعمل السواك وأيضا إذا أراد أن يصلي استعمل السواك وأيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن استعمل السواك وأيضا إذا تغير رائحة الفم عنده استعمل السواك وأيضا قبل أن ينام أي عند النوم يستعمل السواك وكذلك عند الاستيقاظ يستعمل السواك وكذلك عند دخول المنزل يستعمل السواك إذن إذا لاحظنا أن النبي كان يستعمل السواك في مواضع كثيرة وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة أسنانه إذن هذه السنة لا تهمل بل ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يحرص على نظافة أسنانه إن لم يتيسر السواك فيستعمل الفرشاه والمعجون وينظف أسنانه بذلك لأن تنظيف الأسنان هي أيضا سنة نبوية كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها أيضا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تنظيفه تنظيف شعره فقد كان ينظف شعر رأسه ولا يتركه أشعث متفرقا أي أنه كان يرجل شعره يوما وراء يوم وهذا يدل على حرص النبي على الاهتمام بشعره لأن الشعر لو ترك من غير اهتمام ومن غير ترجل ومن غير تنظيف لاجتمعت فيه الأوساخ والحشرات لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على غسل شعره وترتيبه وتهديبه كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوة هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه فكان يحرص على تنظيف شعره وترى وترجيل شعره فينبغي أن نقتدي به في ذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا أو أحدا من أصحابه وقد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره إذن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا حيث ترك شعره أشعث متفرقا فأنكر عليه النبي وأمره أن يهذب شعره وأن يرجله وأن يغسله وهذا كما قلنا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة شعره الآن نأتي إلى هذا التقويم أو إلى هذا السؤال ونفكر فيه قريلا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقليم الأظافر فنقول أحسنتم نعم لأنها من سنن الفطرة وأيضا حفاظا على النظافة إذن نلخص ما تعلمناه تعلمنا في هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بنظافة جسده بنظافة ثوبه بنظافة فمه بنظافة أسنانه وبنظافة شعره إذن كان النبي يهتم بنظافة جسده كله وكل أجزاء من جسده كان يهتم بنظافته صلوات ربي وسلامه عليه إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد انتهينا من درسنا وانتهينا من الجزئية الأولى المتعلقة بهذا الدرس وبإذن الله تعالى نستكمل الجزئية الثانية في دروس قادمة بحول الله تعالى نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته